أين أنشئت الطرق الممهدة المرصوفة لأول مرة في التاريخ؟ السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر أو مرجع المعلومات أين أنشئت الطرق الممهدة المرصوفة لأول مرة في التاريخ؟ عندما بدأ الإنسان يعرف الصفر والترحال كان ينتقل خلال طرق وعي رغي ممهدة ولذا فإن الصفر خلال تلك الأزمنة البعيدة كان يمثل عملا شرطا للغاية خاصة في الظروف المناخية السيئة ولم يبدأ الإنسان في تمهيد ورصف الطرق إلا عندما بدأ استعمال عربات النطل الخشابية الكارو وتعتبر مدينة بابل القديمة بالعراق هي أول الأماكن التي أنشئ بها طرق ممهدة وذلك منذ حوالي أربعة آلاف سنة أما أتبر الطرق الممهدة الفاسيحة فقط كانت في مدينة روما حيث تفوق الرومان بدرجة كبيرة في إنشاء ورصف الطرق والتي لا تزال آثارها موجودة حتى الآن ولا شرط أن الطرق الممهدة قد أدى إلى سهولة الانتقال والصفر مما أدى بالتالي إلى رواج حركة التجارة وزيادة الإختلاط بين شعوب العالم القديم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وباريت على محمد وعلى آل محمد كما بأرت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد